عسله ما نسل كل منتخب الجزاري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم ينتصر على النيجر 4-0 مع الرقفة مع الرقفة عليش على خاطر منتخب الجزاري اليوم كنسجل الفرص اللي جيتو اخر ميتون الثاني كنشب ينتصر حتى بالسبعة مابلوك الانتصار ذاي المنتخب الجزاري اللي خليه في المرتبة الاولى بتبيعة تناسفا مع بوركينا فارس وبعشرة نقاط يجي النيجر بثلاثة نقاط وجيبوتي صفر من النقاط اليوم بتبيعة المباراة هذية اللي بيش نحكيو عليه وخاصة على انقطاع البث في الشوت الاول وكيف كيف بيش نحكيو على التشكيلة التغيرات اللي صارت وبتبيعة نلفط النظر على التصريح متاع جماعة النيجر اللي قالوا الجزاري اليوم مش بش تصمد 30 دقيقة قدام منتخب معناها النيجر لكن شوفنا كيفش النيجر ما صمدتش حتى 20 دقيقة وتسجلها الهدف الاول قبل ما نحلوا المباراة هذية مرحبا بيك في القناة معناها نستدعاك باش تعمل ابونات فعل الجرس باش دي ما ايجيك جديد وبتبيعة خلينا نوصلوا فيديو هذا الاكثر عدد ممكن ملي لايك لجيم دونك خلينا نحكيو على التشكيلة اللي هبطت مباراة اليوم بارابور للتشكيلة متاع مباراة النيجر اللي فاتت بتبيعة الانتصرف فيها منتخب الجزار ستة واحد تشكيلة متاع اليوم فيها زوز تغييرات يدخل بغداد بنجاح اساسي بطبيعة في بلاست فاغولي بلايلي موجود كيف كيف اساسي في بلاست بالرحمة لكن المرة اللي فاتت شوفنا المنتخب الجزار يلعب سيستام اربعة اثنين ثلاثة واحد وشوفنا كيفاش فاغولي هو يلعب تحت تاكون المرة هذي كيف العادة معناها جمال بالماضي يتاقلم مع كل مباراة كل مباراة عندها لحقيقة متاحة يهبط اربعة اثنين بطبيعة زوز مو هاجمين بغداد بنجاح وسليماني لونتام ديو مادش متاع المباراة هذي صراحة كيف العادة المباراة هذي تشبه برشا المباراة الي فاتت شوفنا النيجر تخل بقوة تخل بشراسة كبيرة برشا تخل بثقل متاعه فما سرعة من المنتخب النيجر صراحة نعمل يمكن ترواه تنتاتيف شوفنا زوز شوتات يمكن مش قوية برشا فما تنتاتيف بالراس محاولة كان ينجم يجيب الخطورة وكان نجم يمركي منتخب النيجر لكن معناها سطر الله معناها ما تمركيش بوتو وشوفنا نوعا ما فما شوية ديشي من المنتخب جزائري خاصة في تخريج الكورة خاصة في الرولانس متاع الملاعبية متاع المدافعين وسط الميدان كيف كيف معناها ما عملش بعمل كبير برشا خاصة اول شوت الاول مع اليوم كيف عاد ارضية الميدان ما عاونتش برشا الملاعبية خاصة انه ملاعبية تكنيك متاع منتخب الجزائري الكورة تبدأ تمشي وتعمل في الربو معناها تبدأ تبام بي ما تخليش الملاعبية يعملوا الكنترول الصحيح وبطبيعة يعملوا البالو بيه خاصة كما ريانذ محرز بار اكزامبل هو البلالي رغم كاكا الملاعبية هدوما معناها نجموا يتاقلوا مع الارضية شوفنا المنتخب الجزائري ما نجمش يفرض النساق وستيل دو جو اللي مستنس بيه معناها الباسا ديس يبدأ يدور في كورة يجلب المنافس يحاول يعمل معناها الكورفاليز انترفال الاختراقات متاع العادل وبطبيعة شوفنا اول فرصة معناها من رأسية وقتل اللي بلاي يلعبها بالكستيريور كيفاش خذاها بنجيح بالراس والشاطة كان النجمي من مركيها يمكن استسهل الكورة هذي دونك كان نجمي يسجل هدف الاول وقتها تولي مبارات اخرى لكن الفرصة الثانية اللي جيت بعد الفرصة الاولى ما بتعتش برشة دونك المنتخب الجزائ حتى كي ما ينجمش يفرض ان نساق متاعو عندو ديما الحلول خاصة معناها بالكستبولوها انديفيديويل وإلا ساعات تلقى معناها ديكلاج يصير بسرعة دونك اول ديكلاج في المباراتة ديه في الشوط الاول يصير في الدقيقة معناها عشرين وقت اللي معناها كيفاش شوفنا بغداد بنجيح يخرج من الرقابة بتبيعة يلعب دوز اتا كون اذاك عليش فما سليمان يشد المهاجمين وبغداد دونك خرج من الرقابة ياخو كورة من البلايلي معناها باس مهمة برشة اليوم مهمة البلايلي مهمة كبيرة برشة خاصة في تمويل المهاجمين اصحابه بكورات ثمينة عالاخر وشوفنا برشة كور معناها خرجت من السيق البلايلي وهذا مستنسين بي ياخو بغداد بنجيح الكورة هذي بطبيعة محرز يمشي البوانت بنالتي كورة ان روتري ديما تتعاود اللقطة هذي في المنتخب زازيلي كالكو سوا على اليمين وقت اللي يطلع عالطال وإلا علي السار كالكو سوا على الريل جوش وإلا يصير ديكلاج من غادي كورة ان روتري يخذها محرزوا بطبيعة بشوطة برك الهدف الاول دقيقة اه عشرين بطبيعة بعد الهدف الاول معناها شوفنا انقطاع البس لمدة عشرين دقيقة كاملة صحة حاجة تحشم في عام الفين واحدة عشرين يزال البف ينقطع دونك لنا نشوفو التخلف متاع القارة اه الافريقية دونك شنوش نعمل كيم العباد الكل مش نشوفو ماشي راديو ما قيتش دونك درت على الكومنتارات متاع العباد متاع المشاجعين متاع المنتخب زازيلي وبديت نقرأ فيهم دونك خمسة كومنتارات ضحكوني فما شوية تمسخير خلينا نقربوهم قبل ما نمشيوا بتبيعة للشوط الثاني ونحلوه دونك اه عوادي قال شوفونا مع المبولح يدللنا لايف راهو غير قاعد بيرك كيف كيف مشجع جزائري اخر قال مناصر من نيجر يخطف الكاميرا التي تبصوا المباراة ويهرب بها بعد تسجيل محرس الهدف الاول كومنتار اخر قاعدين كيت جاجة العمية كيف كيف فما شكون قال شكون طفى الضوء وكومنتار اخر قال انقطاع البف في الجزائر من اجل احترام مشاهدين الجزائر تختصب النيجر دونك هذي هي الكومنتارات شوية متاع المنتخب المشاجعين متاع المنتخب الجزائري وقاعدنا لمدة عشرين دقيقة نشوفو في التصويره هذي متاع انقطاع البف بطبيعة الشوط الثاني يبدأ بعد انقطاع البف برجعة بطبيعة البف في اربعة دقائق الاخرانين متاع الشوط الثاني انطام ديو ماتش من زيانة كيم العادة متاع الشوط الثاني متاع مباراة النيجر اللي فاتت قبل من نحكي وانطام ديو ماتش بتبيعة لي جاي منها الهدف تقيقة سبعة وربعين بطبيعة الجمال بالماضي يعمل زوز تغيرات يخرج سليماني يدخل فاغولي كيف كيف يخرج العطال يدخل اعياده لان المنتخب الجزائري من اربعة اربعة اثنين ولا يلعب اربعة ثلاثة ثلاثة وتولي ساعات اربعة اثنين ثلاثة واحد بما انه فاغولي عنده الحرية باش يتحرك كما يحب معناه ملاعبي تسعة ونصف نفي دمية يتحرك برشا بين الخطوط يطلب على اليمين كيف كيف يتمركز تحت تاكن وكانت هذيك المهمة متاعه وجات الخطورة وبصراحة الميتان هذية الجزائر رجعت الجزائر اللي نعرفها الجزائر اللي تمتع الجزائر اللي معناها اللي تخلق الفرص اللي تعرف تستغل خاصة اللي ترانزيشيون اللي جاوها دونك اول هدف جا بتباع في الشوت الثاني اللي هو الهدف الثالث وبتباع الشوت الثاني وفعل نتيجة ثنين صفر من تسجيل ميندير اللي ما شوفناهوش دونك استغلال كبير لتباع الخطوط متع منتخب النيجيري تنحكيو عليه اش سار بالضبط ياخو كورة بن ناصر يجري بها التيران كامل مع البلاي اللي بطبيعة اللي يجبد معاه زوز ولا ثلاثة مهاجمين بن ناصر يطلب كورة فاغولي من غادي دونك بن ناص اللي يعطي كورة البلاي اللي يعاود يعطي كورة بطبيعة الفاغولي فاغولي يرجع البن ناصر اللي يكمل الهجمة وهدف الثالث هدف يدرس دونك لنا شعمل المنتخب الجزيري يعرف كيف العادة كما الماتش اللي فات انه منتخب النيجير باش يطلع له دونك كيف العادة عرف يستغلي ترانزيشيون الهفويت الاسباس في ظر المنتخب النيجير وتباع الخطوط وشوفنا الهدف ذاية تعاود قداش من مرة ضد الفريق ذاية وإلا المنتخب ذاية وبطبيعة الجمال بالماضي يعرف أسراء المنتخب ذاية على خاطر كور كونترو قداش من مرة وعمل الفيزيوناج متاعه صحيح وهذاك هي قوة منتخب الجزيري الهدف الثاني كيف كيف ما يبطاش برشا خستان جاب في الدقائق الخمسين وشوفنا بصراحة هدف عالمي يدرس جملة كوروية مزيانة برشا من بين ثلاثة إلى أربعة ملاعبية بلالي ياخو كورة من الجهة اليسرى محرز اللي كان يلعب في الجهة اليمنى يمشي للجهة اليسرى بطبيعة يفرغ البلاسة متاعه ومن غادي لنا محرز مقاش يكون يحصره معناها اللاعب والمدافع اللي يشده ويعملوا مركاش خليه غادي لنا خلق سوبروتين يوميليك وكسر الخطوط الكل وعمل طلبة في الظرياخ وكورة محرز محرز بطبيعة مع بغداد محرز رغم لي الترام حفر رغم لي الكورة تعمل في روبون عرف كيف يعمل كنترول يعطي باس لبغداد بنجاح بتاكل يمركي الهدف الرابع حتى معناها الدقيقة ستين وفات المباراة نوعا ما لنا جمال بالماضي نجم يعمل تغيرات متاعه كل وكل شي ينجح شفنا المنتخب الجزيري معناها مدقيقة سبعين ولا يجاري في المباراة تغيرات جديدة ولا يمكن زاد خايف شوية من اللي صابات عادي جدد بما انه منتخب نجيري فما شوية اغريسيفتي وخشونة زايدة على اللزوم شفنا جمال كروية مش خايفة وشفنا المنتخب الجزيري يطيح في ريتم كما يحب مؤخر التالي في وضعيات معينة يحاول معناها يلعب الكورة الل وقت اللي ينجم يقدر منتخب نجير في الاسباس والكونت الرابيد اللي حكين عليه يعمل الحاجة هالي وشوفنا معناها جاو زوز ولا ثلاثة فرص خايفة في اخر خمسة دقائق قين نجموا يتمركيوا منهم الهدف الخامس والسادس والسابعة بتبيعه كانت تمركيون فما انانية شوية من البلاي اللي حاب يسجل هدف متاعه كيف كيف شوفنا باس من بعد البلاي اللي اعطاها المحرز ومحرز شعات الكورة الحارس مرمى يشدها دونك والمنتخب الجزيري اعرف كيفش ينهي المبارا هالي كيفش يجاري انه سق متاع الفريق ولا المنتخب النيجيري ويتفادى بطبيعة الاصابات دونك مبروك مرة اخرى كما قلنا هو المرتبة اللولة بعشرة نقاط وان شاء الله بتبيعه بالتوفيق دونك هذا هو الفيديو متاع اليوم شاء الله يكون نعجبكم نستنى الدعم متاعكم ونقلكم بسلام شكرا